رجعنا معكم للبلاتو بشنا تحثوا الآن سلامة مهنية صحة وسلامة مهنية بشنا تحثوا على الوقاية الفنية للأعوان من فيروس كورونا ونستقبل بحديا ضيفي سيلحوسين الباكوش مهندس خبير بالمعهد الصحة والسلامة المهنية مشكور على الحضور معنا تحثوا اليوم على الوقاية الفنية للأعوان كيفاش تتم الوقاية هذه بالضبط صباح النور أخت فاطمة صباح النور جميع المشاهدين والمشاهدات القناة الوطنية الأولى أنا نحب قبل ما نبدأ بنحكي على الوقاية الفنية حسب المواصفات التونسية والعالمية داخل المؤسسات الصناعية والمؤسسات العامة من فيروس كورونا أنا نحب ننوه بمجهود التلفزة التونسية ومجهود وزارة الصحة في المجال الطبي وأيضا مجهود معهد الصحة والسلام مهنية في المجال الطبي الوقائي أحنا كمهندسين كخبراء قلنا علش لا وهي جات من طلبات من مؤسسات صناعية نعطيهم حاجات بسيطة بطريقة بيداغوجية بصور باش نفسروا لهم كشنوما الحاجات البسيطة اللي نجم يعملهم في المؤسس باش يحافظ على حاجة مهمة أخت فاطمة اللي هي إنه المؤسس ما تقفش لأنه كان لكلنا نشدوا ديارنا والمؤسسات الصناعية ما تقفش مرش مش نلقوا باش ناكلوا هي مسؤولية جماعية وإن شاء الله ربي وفقنا باش نجم ونعديوا المعلومة بطريقة سلسة فيروس كورونا الوباء هذي العالمي اليوم ولا يخوف زادة التوينسة وخاصة مع إعلان حذر التجول وخاصة مع الإجراءات الاحتياطية المسبوقة اللي اخذتها رئيسة الحكومة في التوقيع من هذا الفيروس منع التجمعات وأيضا العمال اللي يشتغلوا في المؤسسات اليوم هما بيدهم يقول لك احنا كيفاش مؤسسنا تحمينا جمع الإجراءات الوقائية اللي ملزومة المؤسسات أنها تتبحها داخل المؤسسة بيش تحمي الأعوان متاح هذر أخت فاطمة أنا نحب نبدأ بالصورة الأولى ولوخيان كان ينجموا يحطونا الصورة بالضبط فما جانب مواصفاتي وجانب قانوني نرجع للصورة الأولى سامحوني هوني فما المواصفة التونسية عدد تسعة وعشرين تسعة وربعين لسنة تلفين وتسعة اللي هي موجودة بالمعهد الوطن المواصفات والملكية الصناعية وعننا الأمر عدد 368 مؤرخ في 22 أكتوبر 1968 الأمر والمواصفة يحكيوا شنوما الطرق الوقاية والليجيان وحفظ الصحة داخل مؤسسة صناعية للخاضع المجلة الشغل وحتى المؤسسات العومية والمؤسسات القتاع العام يستأنسوا بالقوانين هذه وبالمواصفات هذه باش يكون العمل التقني يكون كامل وشامل واحنا كنشوفوا خطفات مليوم كنشوفوا عمليات التطهير والتعقيم اللي سايرة العباد الكل ولا تستعمل في متهيرات وفي مواد تعقيم لكن فما الطرق علمية احنا حابين نبسطوها ونوريها للسادة المشاهدين باش نحميه رواحنا ونحميه عمالنا الصورة الموالية أنا نحب نركز هنا على مفهوم التطهير والتعقيم برش عباد برش مؤسسات مش قاعدين يفرقوا ما بين التطهير والتعقيم حسب المواصفة عدد 29-49 التطهير هو ازالة بعض الاوساخ وبعض الجراثيم بينما التعقيم هو ازالة كل الاوساخ والجراثيم والفيروسات معناها باش نجموا نقوموا اخطفات ما بالعملية التعقيم الصحيحة يزمنا نتبعوا المواصفات التونسية والعالمية نعطيك مثال في الصورة اللي يشاهدوا فيها السادة المشاهدين حاليا باش نختار لودو جفال باش ننجم نعمل عملية التعقيم يلزمني 10 بالمية جفال وتسعين بالمية ما معناها أنا كان عندي عشرة لتر من المعاقم يلزم فيهم واحد لتر جفال وتسعة لتر من الماء كنشوفوا هوني حتى القفازات اللي نستعملوها للتعقيم هي قفازات ناخذوها حسب المواصفات العالمية اللي هي يكون فيها احنا نسميوه بالفرنسية النيفو دو برمياسيون بالعربية باش نتبسطها للمشاهد انو كنحط يدي وانا لابس القون في المعاقم يلزم ثمانية سوايع ولا اكثر حتى شي ما يتعدى للجلدة متاع اليد اللي هو النيفو دو برمياسيون هذي يزمو يكون ما بين خمسة وستة الصورة الموالية لو تسمحوا شنو ما الحاجات اخطفات اللي يلزمنا نعاقموهم كسوا في ديارنا ولا في المؤسسات باش نعاقمو اللي سيرفاس التواول باش نعاقمو البوانيي متاع البيبان باش نعاقمو كل حاجة تنجم تكون عليها هالفيروس هذي انت اللي نلمسوه بدينا للاجسام اللي نمسوها وفهم سؤال يتسهل من المؤسسات الصينعية قدشية تبقى مدة التعقيم مثلا بجابال يلزمني كل ساعة نحاول خاصة في المؤسسات يلزمني كل ساعة نبدل ونعاود عملية التعقيم وانا شوفت حاجة موجودة حتى في التلفزة التونسية بدأوا يعملوا فيها لانا انا اعوذوا في لجنة الصحة والسلام مهنية بالتلفزة نحطوا على البيبان قرار جاية عدم لمس البوانيي الا في الضرورة القصوى ولا تعقم يدك قبل ولا تعقم يدك قبل هم موجودين معنات هاليات التعقيم الكل متوفرة مواد تعقيم موجودة الصورة اللي قبلها سامحوني نرجع لقبلة ذي اللي قبلها سامحوني هوني مؤسسة صناعية شنو عملت عملت ديستريبيتور متاع برودوية الكوليزي لكن عملت عملت ديستريبيتور آلي كي حط يدو يهبط البرودوية وهكا فنيا العامل حتى كذا اللي هو كونتاميني وعندو الفيروس ما يمسش الآلة التزاود بالمعاقم وإلا بالمتهر وما تعداش العدوى الغيره الصورة الموالية هوني المؤسسات الصناعية خاصة الكبيرة أخت فاطمة شنو عملت جات في البقائع اللي فيها تجمعات كبيرة كي ما وفما لي لفابو وإلا لكي جاية عملت لفابو ويمشي بالبيدال يخدموا بساقيه باش العباد ما يتعداش العدوى من شخص لشخص وحتت متاهر آلي يجي شخص يمد يدو يحط المتاهر وبعد بساقيه يخدم لفابو وعملات النظافة بالمؤسسة يقوم بعمليات تنظيف دورية وهكا باش نجموا إن نقصوا من البروباقاسيون متاع الفيروس من شخص لشخص آخر الصورة الموالية أنا هوني كماهت صح وسلام مهنية وكمهانسين وخبراء حبينا ننبهوا من حاجة حتى في ديارنا تنجم أنت تجي تعقم القرص متاع الضو وانتي ما قصيتش الدجونكتور متاع الضو ينجم تسيلك صعقات كهربائية معنا حبينا نحيو فيروس ولا حبينا نحيو ميكروبات نزيد نظروا صحتنا بطريقة أخرى نزيد نظروا صحتنا نعملوا عمليات تعقيم للتجهيزات الكهربائية ماذا بينا نقص الطيار الكهربائي الصورة الموالية كنتشوف هوني أخت فاطمة جاءوا في المعامل حطوا نحن نسموهم لوحة تعقيم للأحذية فيها بروديو أو دو جافيل ما مع جافيل كل ترافايير قبل ما يدخل يحط ساقه على اللوحة باش كان حتى عندو فيروس في الصبات متاعه تبقى يصير تعقيمها أليا وانا ننصح بيها في المداخل متاع الإدارات ومداخل متاع المؤسسات وهذا هو مصور الكل ينعديوا فيهم معناتها هم الإجراءات الوقائية اللي ينزم يتم اتباحها بالنسبة للفنيين مزال عن تعريق على صور مازال الصورة الموالية كنتشوف هوني مؤسسات في الأجراء المنتير وبعض المؤسسات الكبرى عندهم آلات تعقيم متوماتيكية يطلع الوبراتور يعمل بوانتاج تنظاف ساقيهم اللوت عنده وين يعقم يديه وبالطريقة هذية ينقصوا أنه العدوى داخل المؤسس ويحافظوا على السيرورة والديمومة بتاع المؤسس لأنه لو كان يقف ويمرضوا العمال تقف المؤسس الصورة الموالية لو تسمح هوني في عملية تعقيم المواصفة شنوها تقول تقول يلزمني كي نعم نقوم بعملية تعقيم نمشي من البقعة المسخة للبقعة نظيفة بعملية تعقيم أخت فاطمة يلزمنا نمشي من الأعلى للأسفل كي باش ننظفوا حيط والجدار يلزم دماء من الأعلى للأسفل الصورة التي تليها هوني حبيتنا نقول في الانفيرونمون والوقت اللي عندي كليماتيزاسيون ولا داخل المؤسسات الكبرى ما نستعمل إشكان المواجفال المواصفة تقول يلزمني نستعمل الحامض الاسيتي اللي هو الحامض قبل الاشتعال يلزمنا لخيان نردوا بالنا كنعملوا عملية تعقيم ما نحطوش مثلا على فور سخون وعلى بقعة سخونة نجم نعمل حرائق وانفجارات داخل المؤسسات الصورة اللي تليها أخت فاطمة مثالش نتعدو اللي بعدها كنت عمل اللي بعدها حبيتنا نقول هوني في مستشفى مثلا الحروق ببن عروس شراو مقياس للحرارة عن بعد ماهوش غال يسوى ثلاثمائة ثلاثمائة وخمسين دينار في اللا كي يقيسوا اللي فيزيتور واللي جيوا باش يشوفوا فماش إشكالية آخر صورة سامحني أخت فاطمة حبيت على المساعد هوني كانت شوف في روسيا وفي اندونوسيا القاوا الطريقة نطلعو بيها المساعد باش لوجوه ما ديش في بعضها هي طريقة فنية باش نجم ونقصوا من العدوى وما يتعداش الفيروس من شخص لشخص آخر ما دي تطبيق للإجراءات الوقائية ذي بالدرجة الصحيحة معناتها لنه أنا على الأقل في الأسبوع هذي على خطر احنا في تفاعل مستمر مع المؤسسات الصناعية الصور اللي عديتهم تقريبا بعثهم من مؤسسات صناعية قاعدين يتبقوا احنا حبين من المنبر الأعلامي الكريم نعديوا المعلومات هذه حسب المواصفة التونسية 29-49 باش حتى اللي قوموا بعملية ديزينفكسيون يستفادوا المؤسسات ما يصفوش فلوسهم في حاجات هو في مخ وعمل تعقيم لكن حقيقة ما عملش تعقيم أنا أخطفات مأخر معلومة نحب نسوق هالوخيان في المؤسسات الصناعية القطاع العام والوظيفة العمية ماذا بين نقص شوية من الأوراق ومن تبادل الملفات إلا في الحالات الضرورية لأنه كان بالانترنت بس كان النجم سكان يو دي دوكيمون ونعديوهم الحالات القصوى دي ما فم بزوان وقتها نستعمل المطهر ونستعمل القفزية إذا لازم المتبيع الوراق هو مضر للبيئة من المفروض نستغنيه على الوراق خاصة نحن نتحط على رقمناة لإدارة هذه على الأقل في المؤسسات العمومية يتم تطبيقه على الأقل ثم مراقبة لكن المؤسسات الخاصة هل أنه يتم تطبيقه بصحيح وإلى لي أنا نحب نقول لك حاجة هي فكرة نحب نبدلوها شوية حتى المواتن التونسي المؤسسات الخاصة منظمة في مجال الصحة والسلام مهنية والحفاظ على البيئة وفيها مهنسي سلامة والتباية شغل أكثر من المؤسسات الوظيفة العمية بينما المؤسسات القطاع العام هي تتبع في مجالة الشغل في بعض القوانين الخاصة بالصحة والسلام المهنية تونس هي تعتبر أيقونة عبر محط الصحة والسلام المهنية والهياكل تابع لها وزارة الشغل الشيماية في مجال الصحة والسلام المهنية والدليل أن تلفزة التونسية عندها لجنة صحة والسلام المهنية عندها طبيبة شغل جدد ومعاكم وقاعدين نخدموا باش نوعي المواطن باش نحافظوا على العمال وإن شاء الله ربي تحفظ تونس وإن شاء الله اللي يخدموا في الوقاية ومجهودات وزارة الصحة عبر الأتباء اللي هم جنود وإحنا إن شاء الله نعتبروا روحنا جنود صغارة معاهم باش المعلومة تخلط للمشاهدين وتخلط لخياننا وباش نحافظوا على أولادنا وصغيراتنا وعلى تونس العزيزة مشكور سلة حسين البكوش مهندس خبير بمعهد الصحة والسلامة المهنية على كل المعطيات والمعلومات اللي أفتنا بهم اليوم في صباحكم تونسي احنا بعد قليل باش نمشي والوامضة اشهرية على فيروس كورونا الفيروس هذي شنوه هو بالضبط والوامضة هذي قامت بها بلدية تونس بعد قليل أيضا نستقبلوا معنا امر مطار تونس قرتاج باش نتحثوا على آخر المعلومات اللي جينا على مطار والمطارات التونسية الكل هل صحيح سيتم غلق المجال الجوي أي ولا لا بعد قليل نجمو نعرفو نمشيوا للوامضة الاشهرية